مرحبا نبدأ هذه النشرة بالعنوين تقرير التطقيق الجنائي مرمى نيران المنظومة وسلاحها التحريف والتسخيف القاضي اسكندر تطلب نسخة من التقرير وهيئة التحقيق تجمد حسابات سلامة مع أعوانه ودي عائل من يزعم أن التقرير لا يمكن استخدامه قضائيا هو أما غبي أو من المرتشي وزير الداخلية يكشف لخلفية حزبية لجريمة عين إبل بحسب التحقيقات الأولية ترقب لكلمة نصر الله ليلة في ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006 أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعلى حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب اكس فيسبوك انستغرام وعلى تيك توك في انتظار كلمة السيد حسن نصر الله التي يتطرق فيها الليلة إلى جملة من العنوين من أبرزها ذكر انتصار لبنان في حرب تموز 2006 بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة ومن أبرزها حادثة الكحالة وجريمة عين إبل التي كشف وزير الداخلية اليوم اللا خلفية حزبية لها وفق ما بيانته التحقيقات الأولية يبدو أن من تبقى من أركان المنظومة قرر السير في حملة أعلامية مضادة للتقطية على الفضائح التي كشفها التقرير الأولي للتطقيق الجنائي وعنوان الحملة المذكورة التي يستعمل فيها سلاح التسقيف من خلال الحديث عن استحالة استخدام مضمون التقرير أمام القضاء عنوان الحملة تحميل وزارة الطاقة وملف الكهرباء بشكل عام المسئولية الكبرى عن الفجوة المالية لمواصلة التصويب على التيار الوطني الحر الذي لو لاه ولولا الرئيس العماد ميشيل عون تحديدا لما كان تطقيق جنائي ولمن يدققون وتشهد على ذلك متابع حثيثة ويومية ورسائل إلى مجلس النواب وتصريحات أعلامية ومراسلات مكتوبة وسهام وخناجر السياسية في اتجاه التيار ومؤسسه ورئيسه أما للمسئولية الفعلية في ملف الكهرباء فيتحملها النكد السياسي الذي تكشفت فصوله عبر الإعلام والذي مورس منذ إقرار خطة الوزير جبران باسيل في مجلس الوزراء عام 2010 التي قوبلت بعرقلة معروفة من وزراء المال المتعاقبين المنتمين سياسيا إلى جهة معروفة في موازات المزايدات التقليدية من خصوم التيار المسيحيين وغير المسيحيين هذا مع العلم أن سياسة دعم قطاع الكهرباء مطبقة منذ التسعينات وهي التي كبدت الدولة كل تلك الخسائر فيما تطبيقه خطة باسيل كان كفيلا بالوصول إلى وقف الدعم وبالتالي تفادي الخسائر التي يتحملها من ارتكب الأخطاء المتراكمة منذ ثلاثة عقد إذن حملة جديدة من الحملات المبرمجة على التيار الوطني الحر لتحميل وزارة الطاقة مسئولية الفجوة المالية التي كشف أو كشف وكشف تلك الفضائح التقرير الأولي للتطقيق الجنائي تقرير جريس مخايل تطقيق الجنائي كان لازم يصدر من أيلول الماضي تأخير 11 شهر أكيد بتأخير 11 شهر واضح أنه تم إخفاء بعض المعلومات تم تقطير بعض المعلومات حتى أتى متأخرا وقالله بيعرف قداش تم إخفاء معلومات وتورط أشخاص بهذا التأخير الحاصل بعدين يعني نشروا بوقت كان البلد مشغول بحادثة أليمة كتير هزت البلد حصلت نهار الأربعة الماضي ينشر بذات التوقيت كان الأصل منه حتى ما ياخد الاهتمام اللازم لما أخد الاهتمام اللازم عمدت المنظومة إلى التصويب على مبلغ شراء الفيوليا لتضوى في البلد على العشرين سنة الماضية يصوبوا عليه ويقولوا هذي سبب الخسارة لا مش هذي سبب الخسارة سبب الخسارة 76 مليار دولار هي كلفة الهندسات الميلية والفوائد المضخمة يلي نعطي لمحظيين أكانوا مصرفيين أم سياسيين أم أعلميين أم أعضاء المنظومة عامة ومستفيدين منها رد واضح وصريح من وزير الطاقة السابق عضو تكتل لبنان القوي النائب سزار أبي خليل على كل الحملة على التيار الوطني الحر فيما خص ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي الأولي حول وزارة الطاقة وبما أنه من الواضح أن المنظومة السياسية والمصارف والمتآميرين قد اتفقوا فيما بينهم على تحميل قطاع الكهرباء ووزارة الطاقة مسؤولية الانهيار المالي للتغطية على فضيحة كلفة الهندسات المالية البلغة 76 مليار دولار أبي خليل فندفت تفاصيل كل الأرقام موضوع الكهرباء كأنه اكتشفنا اليوم أنه الكهرباء ما فينا ننتجى بلا ما نشتري فيول وأنه الفيول منشتري بدولارات لأنه برة ما بيتعاملوا بالليار اللبنانية بيتعاملوا بالدولار الأمريكي وكأنه اكتشفنا اليوم أنه كنا عم ندفع أقل من تلت التكلفة لأنه تم تثبيت سعر برميل النفط لك الشراء لكهرباء لبنان للتعرفة على 22 دولار للبرميل بينما بلغ 140 و147 وكانت الدولة اللبنانية بموجب أوينيل الموازنة المتتالية من الـ 94 حتى لـ 2021 كل مادة 13 من هنون الموازنة اللي صوتوا عليه هوا هن اللي عم يحكوا اليوم كانت عم اه تطر الحظ مليارين دولار لشيراء لفيول لدعم الكهرباء للمحافظة على تعرفة متدنية كانت حوالة المئة وثلاثين ليرة للكيلوات الواحد بينما اليوم شايفين انه الكيلوات صارت كلفته 27 سنتي يعني كنا عم ندفع 9 سنت للكيلوات بينما كانت كلفته 27 سنتي فبالتالي شراء لفيول الأموال الدولارات اللي لازم لشيراء لفيول كانت مؤونة بأوانين الموازنة كان مصوت عليها بمجالس الوزراء بالتلتين ومصوت عليها مجلس النواب بأكمله الرئيس العماد ميشيل عون ورئيس تيار وطني الحر النائب جبران بسيل كان اول من دعا الى ان يبدأ التدقيق الجنائي بوزارة الطاقة والوزارات التي تولاها وزراء التيار نحنا او عملنا حملة بلشو بس بلشو من عنا لو بتكون بلشو من عنا نحنا حاضرين بس بلشو لتدقيق الجنائي واكيد هايلي الارقام يتفضلوا يفسروا ياللي عم بيكيلوا الاتهامات شو كان ما وقفوا انهمني لما اجت تيار الوطني الحر بدو ياخد تعرفة بدو يرفع التعرفة تطسير قد التكلفة لتصفير العجز بكهرباء لبنان شو كان ما وقفوا هاو دي كل اللي عم يحكوا اليوم مش هني كانوا من اشد المعارضين لرفع التعرفة مش هني كانوا اشد المعارضين من الاربعة وتسعين لليوم على تثبيت التعرفة على اساس انه حق البرميل هو اتنين وعشرين دولار بينما كنا عم ندفع مية دولار زيادة على البرميل حتى وصلنا للي وصلنا له نحنا اليوم اذا كانت الحملات مستعهرة للتعمية او التغطية عن جرائم المالية المرتكبة بحق شعب باكمله في وجهها ارقام ودلائل ومعطيات لا تحتمل اللبسة او علامات الاستفهام على الناس قراءتها ببساطة لانها تحمل ما تحمله من حقائق تكشف بفضل التدقيق الجنائي زرع الرئيس عون للمرة الاولى وليوم معلن عضو المجلس السياسي في تيار الوطني الحر ودعاء الان كل من يزعم ان تقرير التدقيق الجنائي لا يمكن استخدامه قضائيا هو اما غبي او من المرتشين الذين يقدمون مصالح الفاسدين واضف عائل الحقيقة ان كل تفاصيل التقرير تستخدم قضائيا اذ لا قيود ابدا تمنع ذلك لبل ان لجوء الى شركة اجنبية كان نتيجة تلك القضاء المالي واجهزة الرقابة المحلية عن القيام بواجباتهم نحن ما خليناهم يسرقوا ويهربوا الجنرال رئيس ميشيل عون فرض التدقيق الجنائي وهي سابقة تاريخية ها اول مرة بيصير فيه تدقيق جنائي وما بيصير فيه عفو عام مالي متل ما تعودوا يعملوا ومع التدقيق الجنائي صار فيه ملاحقات للمجرم رياض سلامة وعصابته واليوم خمس اكبر دول بالعالم حطين اعلى عقوبة قضائية قانونية ضد رياض سلامة وعصابة 332 صفحة 14 شاب بيتر كاملين هيدا مستنى تقني أساسي بحاسب على الماضي وبعمر مستقبل جديد لللبنانية هندسات مالية ب74 مليار دولار سينيورياج وتدمير للعملة اللبنانية وانهيارات بمليارات الدولارات ومئات الملايين الجديدة هدروا سرقة ونهب محاسبة مصر في لبنان ما بتشبه ولا محاسبة بكل العالم طريقة محاسبية لقلو الكذب والمنفقة والاحتيال بيطلف عملة بيسجلها أرباح بيخسر بيسجلها أرباح بيطبع بيسجلها أرباح كل شي عنده غلط بغلط نهب سرقة احتيال وفساد ورشاوة كتير من الرشاوة إعلام سياسيين جمعيات روحيين طبقة كاملة من المرتشين والهدف أنه سرقوكن ونسويا لبنانية نسويا أجانب نسويا عرب نسويا منتشرين كل هم يهربوا بفعلتهم كل هيدا موجود هون بالتفاصيل بعبدنا أكتر لأنه هيدا مش مبتمل بعد في توسع بالتحقيقات ونحن رايحين على القضاء اللبناني على القضاء الأوروبي على القضاء الأمريكي ولندن وكندا وأستراليا وكل مطرح فينا نلاحق رايحين نلاحق فيه هذا المجرم وهو العصابة لنسترد مصاري لنحاسب ولنسبت كسر الأمبونيتاء يلي حكمتنا من الحرب 33 سنة بعد الحرب إلى ذلك وجهت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل قضية هيلاني اسكندر كتابا إلى وزير المالية يوسف خليل طلبت فيه بأن يتم تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التطقيق الجنائي الذي قامت به شركة التطقيق بناء لقرار مجلس الوزراء في حسابات مصرف لبنان وذلك لتمكينها من القيام بواجباتها في استرجاع الأموال العامة والدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية بعد انضمامها إلى دعوة العامة المقامة من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في حق المدة عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي مع شقيقه رجا سليمي ومساعدته مريان لحويك ومن يظهره التحقيق وذلك أمام قد التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شرب الأبو سرى وفي خطوة لافتة خصوصا أنها انتظرت نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان اتخذت هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي قرارا بالإجماع بتجميد الحسابات العائدة إلى كل من رياض ورجا وندي سليمي ومريان لحويك وأن كوزاكوفا بصورة نهائية لدى كل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عنها وأشارت مصادر معنية إلى أن الخطوة تأتي في سياق طبعي في ظل تطورات القضائية المتلاحقة داخليا وخارجيا في حق سليمي والآخرين ولو أنها كان يجب أن تحصل قبل ذلك بكثير بعدما باتت الارتكابات معروفة ومكشوفة من الجميع حلم النفط والغاز في لبنان صار أقرب من أي وقت مضى والبداية خلال أيام وساعة أعلنت مصادر هيئة البترول للأوتيفي أن باخرة التنقيب تصل الأربعاء المقبل وغير صحيح أنها سترس بداية في مرفأ بيروت وسيكون هناك حفل رسمي بل هي تتجه إلى موقع الحفر مباشرة إلى البلوك رقم 9 في حق القانا المحتمل للبدء بالحفر هناك وقالت المصادر أن الحفر سيكون على مسافة بعيدة بحدود 6 كم عن الحدود البحرية الجنوبية وفي موقع يبلغ عمق المياه فيه 1650 مترا وكذلك سيكون الحفر تحت سطح البحر بعمق 2700 متر وتتابع المصادر بالإشارة إلى أن بدء الحفر سيكون بعد وصول الباخرة بأسبوع أو عشرة أيام وهي مدة كافية لتتموضع فوق البئر ولتتمون بالمعدات والقطع الضرورية من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت وردا على سؤال حول المدة الزمنية التي سيتطلبها العمل لمعرفة النتائج أجابت المصادر بأن ما هو مخطط لهذا البئر هو عمل 67 يوما لتصل الباخرة إلى العمق الأقصى وإذا سارت الأمور كما هي مبرمجة من دون عقبات تقنية من المفترض أن نعرف النتائج في أواخر تشرين الأول وبداية تشرين الثاني وقالت المصادر في حال حصل اكتشاف للغاز في البئر هناك إمكانية في أن يكون الاكتشاف للغاز وكذلك للبترول السائل بنسبة 15% من الحجم المستخرج وبعد هذه المرحلة ستكون هناك مرحلة لوضع خطة للبنية التحتية وأخرى لتسويق الغاز ما سيتطلب عاما أو عامين من العمل وبعد حسم هذين الموضوعين ستكون هناك هندسة للبنى التحتية لمرحلة ما بعد الاستخراج فهل يكون الأمر على شكل باخرة عائمة أو يكون على شكل منشأة على الساحل اللبناني لمعالجة الغاز وأملت المصادر في أن تكون نتائج إيجابية وشبيهها بنتائج بحر فلسطين المحتلة كون هناك تشابه جيولوجي بين الاكتشافات هناك والاكتشافات في مياه لبنان بناء على تعميم رئيس حكومة تصريف الأعمى الذي تضمن الطلب من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والاتحادات البلديات والمجالس والصناديق العمل على سداد المستحقات والمتأخرات المتوجبة عليها إلى مؤسسة كهرباء لبنان وبناء على توصية لجنة الأشغال العامة التي قضت بالطلب من مؤسسة كهرباء لبنان قطعت تيار الكهربائي عن مؤسسات الدولة التي تمتنع عن تسديد فواتير الكهرباء العائدة إليها ومنع الإخلال بالميزانية العامة لمؤسسة كهرباء لبنان وبالتزاوم وبالتوازن المالي في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام في مختلف المناطق اللبنانية الالتزام بتسديد فواتير استهلاكهم للكهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان وذلك نقضا في حساب المؤسسة المفتوح في مصرف لبنان وفقا لتوجيهاته سواء المتأخرات من هذه الفواتير أو فواتير الاصدارات الجديدة التي ابتدأ توزيعها على هذه الإدارات والمؤسسات وذلك لكي لا تضطر مؤسسة كهرباء لبنان وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بين هذه المؤسسات على خط آخر النائب جبران باسيل يترشح مجددا لرئاسة التيار الوطني الحر ويدعو الراغبين إلى منافسة ديمقراطية عشرة أيلول انتخابات رئاسة التيار وهو موعد منأكد فيه التزامنا بنظامنا وبوعدنا بأنه نكون مؤسسة بتتأيد بقرار وإرادة المنتسبين إله وبتمبسق سلطتها من الناس يلي عمروها بنضالهم مع فتح باب الترشيح بعشرة أيل أنا جبران بعلن ترشيحي لرئاسة التيار لنكمل سوى مشوار النضال يلي بلشناه سنة 88 ومشوار المأسسة يلي بلشناه سوى بال2015 وبدأ أي منتسب للتيار بيرغب بالترشح وبتتوفر فيه الشروط القانونية وبيتمتع بالأهلية وبقدرة إيادة التيار أو غير راضي عن إيادته للتيار سياسيا أو إدارته تنظيميا وبيملك مشروع أفضل بدعيه للمنافسة الديمقراطية وأنا أكيد بقبل بالنتيجة وبالتزم برئاسة للتيار نحنا مش جايين من سقافة الوراسة السياسية ومعيار التقدم عندنا هو النجاح والإنجاز والسيرة النضالية وما حدا يخبركم شي تاني التيار بقدم هالفرصة لكل مستحق وأنا بتمنى شوف منافسة مين بقدم أفضل وبيعطي أكتر للتيار مع العلم أن التزكية يلي حصلت مرتين سابقا هي ديمقراطية بس بنتيجة حاسمة لصالح المرشح الوحيد يلي ما حدا نافسه تيارنا نظامه رئاسي وهو الحزب السياسي الوحيد بلبنان يلي بينتخب رئيسه مباشرة من القاعدة المؤلفة من 40 ألف منتسب بتنتخبه بليحة مقفلة مع نيبان الرئيس واحد للشؤون السياسية واحد للشؤون الإدارية وأنا لح أختارهم وأعلن عنهم بالمهلة المحددة بـ 25 أهب ولحعين نيبان آخرين لمهام محددة بحسب النظام أنا قدمت بالمؤتمر الوطني الأخير رؤيت لك تيار 2030 وهي برنامجة الانتخابة على أساس ثلاث محاور تيار فاعل مجتمع قادر وكيان فريد نحن تيار شعبة ممتد على مساحة الوطن والعالم وكل اللبنانيين معنيين بخياراتنا وأنا بدي التياريين يختاروا بين خطين نائدين ما بشوف رمادة بيناتهم رفيقاتي ورفائة بسألكن وبطلب منكم تقرروا بالتيار الفاعل أنتوا مع محاسبة أو مع العكاب مع الالتزام أو التفلط مع القضية أو الأنانية مع التيار أو مع تيارات مع صلابة أو ميوعة مع ديناميكية أو رتابة مع القوة أو الضعف مع النضال أو الخنوة مع الاستمرارية أو الانحراف خياركم لازم يكون حاسم وواضح بالمجتمع القادر أنتوا مع المودع أو مع المصرف مع استقلالية أو تبعية مع المواجهة أو المنظومة مع العلمانية أو الطائفية مع الجمهورية أو الرئاسة مع الصندوق أو مع السندق مع الإنتاج أو الراع مع اللامركزية أو اللائنماء مع التحرر أو الكبت الخيارات واضحة وما في حل وسط بالكيين الفريد أنتوا مع الحقوق أو مع المساومة مع التجزر أو التخلي مع الهوية أو التشتت مع العودة أو التوطين مع الكرامة أو المهنة مع الندية أو الزمية مع التحيد أو المحاور مع الاستراتيجية الدفاعية أو الوضع الحالي مع العنف وين أو الزل هوني ما في رمادة وبكل هول أنا معروف وين وإنتوا مدعوين تقرروا وين تكونوا يلي مع جبران بيقوله بصوت عالي بالانتخابات ويلي ضد جبران يعبر بترشيح نفسه أو بيدعم مرشح بس بعد الانتخابات الكل بيلتزم بالنتيجة ومنوضع سوا حد للتشكيك بالتيار وبيقوده أمنياً اجتماع لمجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وزير الداخلية شدد بعد الاجتماع على أن العناصر الأمنية تصرفت في الكحالة بطريقة حمت المواطنين والسلم الأهلي مولوي الذي تطرق أيضاً إلى جريمة عين إبل وأحداث مخيم عين الحلوة شدد على الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية لتحقيق السلم الأهلي والاستقرار في البلد ما رح نسمح وما رح تسمح الدولة اللبنينية وما رح يسمح القانون بأنه تكون المخيمات أو مخيم عين حلوة تحديداً أو غيره من المخيمات بوابة لتعكير صف الأمن في كل المناطق اللبنينية أو في أي منطق من المناطق اللبنينية وسريعاً بالنسبة لموضوع عين إبل التحقيقات المستمرة التحقيقات القضائية والعدلية والأمنية مستمرة من أكد بواسطة التحقيقات وبواسطة تطبيق القانون على منع الفتنة والمعلومات الأولية بتشير إلى عدم موجود خلفية حزبية لما حصل في عين إبل بالنسبة لموضوع الكحالي نحن منقول أول شيء منقول أنه نحن للأسف سمعنا تصريحات بتذكر بالحرب هذه التصريحات ما لازم تكون نحن هون منأكد يمكن على ما جاء بالعظة يلي قالها لمطران عبدالسيطر نهار التشيع بالكحالي واللي هي نموذج نموذج كامل للعيش المشترك ومثال يحدث في سبيل تثبيت السلم الأهلي وهون مندعي كل السياسيين وكمان الإعلام لمواكبة العزاء اللي قالها لمطران عبدالسيطر ولتكون كل التصريحات بتساهم وبتصب بحماية السلم الأهلي وبالوحدة بين المواطنين وبتطبيق القانون لأنه تطبيق القانون هو اللي بيحمي السلم الأهلي ولأنه الأمن كنا نقول أنه عدالة وعسكر إنما هو أيضا جو ومناخ لازم لكل نحرص عليه ما سر التحول في الخطاب السياسي لفارس سعيد في أسرار اليوم توقفت أوساط متابعة عند التحول الواضح بالخطاب السياسي للنائب السابق فارس سعيد ووضعته بإطار مماشات السياسية السعودية الجديدة بعد المصالحة مع إيران يزم أحد الكتاب بصحيفة عريقة أنه الرئيس نبيه بردلان يوافق على إكرار إنونة لمركزية الإدارية والمالية حتى لو طلب منه ذلك حزب الله بشكل مباشر فضحة جنازة الشهيد فادي بجاني وجوه سياسية كتيرة كان هم الأول خلال أداء واجب العزاء توفير مادة تصويرية لنشر على مواقع التواصل وهو ما أحبطته موقف العائلة فاصل أول ونعود إلى النشرة نتابع النشرة نشاط حاشد في ست شبروح تفاصيله في تقرير جاري عبوت من بعد مهرجان بنص جونيا عجئة الفرح انتقلت من الساحل إلى الجرد الكسرواني وتحديدا بنشاط أكستريم أنرجي بنسخته الجديدة للسنة الثالثة على التوالي برعاية وزارة الطاقة والمياه ومن تنظيم جمعية لكسروان ممثلة بالنائب ندبستاني وهي جمعية مدنية غير سياسية ولا تبغى الربح بمحيط سد وبحيرة شبروح بأعالي بلدة فرية بعيدا عن المناكفات السياسية المعارئة للملفات الإنمائية وعلى راس التنمية المائية كما عن حملات البغض والتصويب على خطط بناء الصدود بلبنان المكان تحول على مدى ثلاثة أيام متواصل إلى مركز جذب سياحة ورياضة وبيئة وترفيهة لجميع الفئات العمرية مما خلق متنفس للأهالي بظل الأوضاع الصعبة ومنصة لتحفيز الدورة الاقتصادية بالمنطقة الموضوع النشاطات الترفيهية والرياضية والتي هي صديقة للبيئة والسياحية كمان وصديقة للبيئة ما بتضر لبل بتساعد نزيد الوعي لأهمية موردنا الطبيعية وبهالحالي عم نحكي عن السد شبروح اللي هو سد ناجح بالنسبة لأعطاء المياه لمنطقة كسروان وحتى المتن ونرحب فيكن فيه لحرم السد هون وإذا كانت هذه النشاطات ما عم تقزي محيط السد وما عم تقزي المي وهي صديقة للبيئة وهي عم تبتسم للناس اللي بيجوا يتمتعوا فيها فبالتالي ما في سبب أبدا ما نصر أنه دايما تنعاد هذه المهرجينات إن شاء الله لسن تجي وبموافقة أكيد وزير الطاقة نقدر نفتح الطريق كله لأنه هيدا هو مشروعنا الأساسي وتقدروا تمشوا عرحتكم حوالا كل هيدا السد وتقدروا حتى تعملوا فيلو عليه هيدا هو كان الهدف إن شاء الله سن تجي رح نكون وصلنا له وبلشنا بهيدا الطريق هالنشاط يلي عم تعملوا ست نادا سنة ورا سنة وكل سنة عم يصير تقلق أكتر وأكتر نحنا منتشكرها ومنتشكر وزارة الطاقة عم تصنح فرصة بهالمحل الحلو بهالموقع الجميل إنه نستفيد منه بأحلى ما يمكن زحمة السير الممتدة من جعيتها صعودا إلى فرية هيدا المرة كانت بشرة خير وست خلق أمل بأنه لبنان بالرغم من كل الصعاب ما بيموت فالنشاطية الممتدة من النهار لأخر الليل كانت كتيري من المشوير والهايكينج بطبيعة جروت كسروان كما التخيم مختلف أنواع السباقات من الركض بمحيط السد لسباحة والدراجات الهوائية حيث تم توزيع جوائز نشاطات الإكستريم سبورتز من بين البانجي جامبينج فوق الماي من على ارتفاع 80 متر كما استكشاف شبروح وفرية من السماء عبر المنطاد أيضا مسيحة خصصت للأولاد من الألعاب على أنواعه وصولا إلى مسرحية كازادو وعروض ترفيهية أما محبي الصهر فكانوا على موعد مع أجمل الصهرات حتى الفجر على وقع الوعود بأن مهرجان سد شبروح رح يكون محطة صيفية سنوية أكد المنظمين أنه كافة النشاطات والمعدات والمركبات المستعملة أثناء المهرجان بتراعي الشروط البيئية المفروضة عالميا عند التعامل مع بحيرات المياه العذبة المخصصة للشرب وأيا من المحركات لا يعمل على المزود بل هي محركات خاصة بمياه البحيرات ذكرى الانتصار في حرب تموز في تاريخ اليوم 14 قاب ذكرى انتصار لبنان على إسرائيل بحرب تموز 2006 فبعد 33 يوم من القتال الداري توصلت المفاوضات إلى إصدار القرار 17-01 عن مجلس الأمن الدول وبدأت منذ اللحظة الأولى لوقف إطلاق النار أويفل المهجرين اللبنانيين من الجنوب بالعودة إلى البلدات والكرة المدمرة في مشكل الانتصار نقطة تحول كبرى بالسياسة بدأت ترجمة مفعيلة بالأسابيع والأشهر اللاحة وصولا إلى اتفاق الدوحة وما تلاه النشر مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العاهلة السعودي وجه دعوة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض لكن لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية وأشار المتحدث إلى أنه سيتم التخطيط لهذه الزيارة في الوقت المناسب استنادا إلى الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين ولفتا كنعاني إلى أن العلاقات تتقدم بخطوات ثابتة كاشفا عن زيارة قريبة يقوم بها وزير الخارجية الإيرانية إلى الرياض أعلن العسكريون الإنقلابيون في النيجر اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويد أمن البلاد وفي بيان تلاه عبر التليفزيون الوطنية قال أحد أعضاء المجلس العسكري الإنقلابي إن حكومة النيجر جمعت الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع مع شركائه المحليين والأجانب أمام الهيئة الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويد الأمن الداخلي والخارجي للنيجر دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى تعزيز إنتاج الصواريخ بشكل كبير وذلك خلال تفقده مصانع أسلحة كبرى حسب ما أعلنت وساء الأعلام رسمية في وقت تستعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات مشتركة الأسبوع القادم وجاءت الجولة تفقدية على المصانع بعدما دعا كيم إلى تكثيف الاستعداد للحرب خلال اجتماع عسكري مهم الأسبوع الماضي وتخللت الجولة زيارات إلى مصانع أنتاج صواريخ تكتيكية وقضائف رجمات صاروخية من العيار الكبير وعربات قتالية مدرعة وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في الرياضة بطولة XXL لكرة الطاولة في أهمج ونادي الأنوار الجديدة احتفل بلقب بطولة لبنان لكرة الطائرة دم المهرجين والرياضة السنوية نظم نادي حفرون أهمج تحت إشراف الاتحاد اللبناني للبينبون دورة XXL Energy Drink المفتوحة للبينبون على ملاعبه بأهمج بمشاركة حوالة 45 لاعب ولاعب تقسموا لأربع فئات عمرية بحضور جمهور كبير من أهل أهمج وأهل اللاعبين وهوات اللعبة حضر الأمين العام للاتحاد اللبناني للبينبون الدكتور بير هاني والأمين العام لاتحاد الكونفو شو بسام نهرة رئيسة نادي حفرون أهمج إيلان ظاهر حردين وأعضاء النادي ورئيس مجلس إدارة شركة أبي راميا أخوان وكيلة XXL ميشيل أبي راميا يلي شارك بالدورة كلاعب وبعد تصفيات ومباريات حماسية ومنافسات قوية استمرت ثلاثة يام وقيمة المباريات النهائية وأسفرت عن النتائج التالية بفئة السيدات فوق 18 سنة ربح تسندي خليفة على مريض جوزيادة وحل تاريزيا ظاهر تالتي بفوزة على غنوة أبي راميا بفئة السيدات فوق 45 سنة ربح تمرية أبي راميا على ميمو أبي راميا وحل تسوسن ظاهر تالتي بفوزة على جمع جبرايل بفئة الرجال ربح مروان أبي راميا على أندرو خورة 3-1-11-9-11-8-12-14-12-10 وحل تجو جبرايل تالتي بفوزة على براين يونيس 2-0 بفئة الرجال فوق 45 سنة ربح شربي الأبي راميا على جابي جبرايل 3-1-11-9-11-8-10-12-11-3 وحل عادل يونيس تالتي بفوزة على ميشيل أبي راميا 2-1 قاد المباريات النهائية الدكتور بيار هاني وتم بنهاية إقامة حفل تتويج الفائزات والفائزين وتوجن أبي راميا وهاني وحردين وجو أبي راميا بتوزيع الضروع والميداليات والجوائز المالية القيمة تقدمت شركة أبي راميا أخوين وكيلة XXL على الفائزات والفائزين وتخلى للمباريات النهائية مباراة استعراضية بين ميشيل أبي راميا والأمين العام للاتحاد اللبناني للكونكفو ووشو بسام نهرة أقام نادي الأنوار جديدة المتن حفل عشاء لمناسبة إحرازه لأب بطولة لبنان بالكرة الطائرة الفوليبول للعام 2023 حضره رئيس لجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ ونائب أسعد النخل رئيس الاتحاد اللبناني للفوليبول وليد الأصوف ونائبه المهندس علي خليفة وعضو الاتحاد غسان إرداحي وعدد من الفعاليات السياسية والرسمية والرياضية والإدارية وأصدقاء النادي ومشجعي بالإضافة لأعضاء اللجنة الإدارية ولعبي الفريق والجهاز الفني بعد النشيد الوطني كلمة ترحيب من عريف الحفل الزميل جورج الهيني بعده شريط فيديو أصير ضمن أبرز مباريات ومحطات فريق الأنوار بالموسم الأخير ومسيرته النشحة باللقب وأتحدث رئيس النادي جورج أسعد ياسبيك فأكد أنه فريقه استحق لقب البطولة للمرة الخامسة بعد 2008-2010-2011 و2013 بفضل التزام لاعبي والتركيز والجدية يلي أظهرواها خلال التمارين والمباريات وكشف ياسبيك أنه النادي رح يحتفظ بكافية لاعبي الحاليين يلي كانوا عند حسن ظن الإدارة والجمهور وسيتعاقد أيضا مع لاعبين مميزين بعده سلم ياسبيك يحيط فيه أعضاء اللجنة الإدارية دروع تقديرية لفريق الأنوار وهن مدير الفريق جورج ياسبيك المدرب زاهي نمر مدرب اللياءة البدنية ألام بجيني طبيب الفريق الدكتور إليد الكيش واللاعبين ويسام الحسري، بير فاريس، رواد الحسن، عمر عبدالأحد، شربي الخوري، محمد الحاج، مخايل الأحمر بير حلو، عماد سليم، جوزيف نهرة، سيزار كرم، روبير إبراهيم، رالف مكرزل ودرع لللاعب الدولي جون أبي شديد يلي تعاقد معه النادي مؤخرا قادما من نادي سبيتبول شكا وبالختم قطع آلب حلوة بالمناسبة إلى الأحوال الجوية مع بولين عون مساء الخير اعتبارا من يوم الثالثة بخف تأسير الكتل الهوائي الحاري اللي عم بتأسر ع تأس لبنان والحوض الشرقي للمتوسط على الساحل والمرتفعات وبتستقر بشكل ملحوظ بقاعن لنهاية الأسبوع الآدم جونا لبكرة غائم جزئيان ودرجات الحرارة بتتسجل على الشكل التالي بنبدأ بعقار عم بتسجل 32 درجة ترابلوس أيضا 32 العاصمة بيروت وصور أيضا 32 درجة بعلبك عم بتسجل 41 اللقلوق 28 زحلة 41 درجة واجزين 32 درجة نسبة الرطوبة الساحل مرتفعة وبتصل لل95% الرياح السطحية جنوبية غربية بتتروح سرعتها بين 15 و35 كم بالساعة أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية للتاليطة الاربعة والخميس جونا غائم جزئيان ودرجات الحرارة عم بتسجل ساحلا لنهار التاليطة 32 درجة لنهار الاربعة والخميس 31 درجة لنهار الجمعة جونا قليل غيون مع ضباب على المرتفعات ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 31 درجة هذه كانت أخبار التأس للنشرة المسائية تصبحوا عخير ومعتقس نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع وعبر صفحات الو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب اكس فيسبوك انستغرام وتيك توك شكرا للمتابعة ونلتقي بيوم جديد إن شاء الله